يا مسائل فل ما تيون اعمل اختراع بقى خطير انتوا عارفين انا بحب الطعمية جدا جدا ودايما بعملها في البيت وهتلاقوا كمان الوصفة بتاعت عجينة الطعمية موجودة على اليوتيوب فانا طلعتها من الفريزر تفك وحطت لها ملح وفلفل وكسرت عليها بيضة وتبقى جاهزة وجبت بقى ايه بتنجان البتنجان ده جماعة حبيبي 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 انتوا عارفين برضو هنقطعوا شرايح كده بالطول اهم حاجة تجيبي البتنجانة تبقى رومي كده علشان تبقى واسعة وقطعيها رؤياء زي ما انتوا شايفين ونعمل الاختراع بقى طاصة نحط فيها كده مع علقتين زيت ونوزعهم ونمسك شريحة البتنجان ونفرد عليها عجينة الطعمية نعملها كده رؤياء على الوش ونقوم حطينها في الطاصة وهي مقلوبة يعني الطعمية تبقى هي اللي وشها للطاصة خطيرة مش قادرة اقولكو على اللزيزة الناس اللي بتحب تاكل طعمية وبتنجان بدل ما نحمر الطعمية الوحدة ونعمل البتنجان لوحده طب احنا هنعملهم مع بعض بصوا بقى مش قادرة اقولكو بقى على اللزيزة لو حسيتي وانتي بتعملي الوصفة انها محتاجة شوية زيت حطي معلقة كده زي ما أنا عملت ودهيني البتنجان ورشت عليه ملح وفلفل وبس اول ما تستوي وتاخد لون حلو بصوا هنقلبها الناحية التانية عايز اكو تشوفوا شكلها خطيرة حلوة جدا عملنا خطوة واحدة في مكونين وكمان ما خدناش زيت كتير فبتبقى لزيزة قوي انا بقى عطى فكر اسميها ايه الاختراع ده ما لقيتلوش اسم مش عارفة يعني ساعدوني بقى اقولولي ايه رأيكم نسميه ايه ده نسميه نسميه على اسم جده استوري يا جماعة معلش تب انتو عارفين بحب اقلش سيبكم اني معلش بصوا بصوا اللازازة ياه رغي في بلدي بقى ونحط الطعمية بالبتنجان مع شرايح خيار شرايح طماطم عايز اتحطي بصل احمر عايز اتحطي جرجير صلط الطحينة عايشي حياتك بقى وعملي احلى ساندويتش لزيز ميكس الاكل فيها يبقى طحفة وسهل جدا وعايز اقولكو كمان ان حتى لو محطتيهوش في رغيف بلدي زي ما انا عملت كده ممكن يتاكل حاف بيبقى يجنن على الفطار على العشاء هيعجب الولاد جدا انا دايما اي ساندويتش طعمية افول احب اشرب معاكم بيت شاي بلبن مش عارفة ليه بصوا ممكن تاكلوها لوحدها كده عايزاكو تجربوا الاختراع ده وتقولولي ايه رأيكو وفكروا معايا نسميه ايه انا بشكركو جدا اشتركوا في القناة